7. Aldehydes and Ketones 7. Reactions of Aldehydes and Ketones ناغشنا في المحاضرة الماضية أكسدت الألضحيدات والآن نناقش the oxidation of ketones تتم أكسدت الكيتونات عند تفاعلها مع ثناء كرومات البوتاسيوم أو بيرمنجنات البوتاسيوم وذلك في وجود حمض أو قاعدة مركزين ومع التسخين لدريات حرارة عالية ينتج أولا ناتج وسيط هو الانول فوم وبفعل الحمض المركز تنكسر الرابط الثنائية بين ذرتين الكربون في الانول فوم متحولة إلى مجموعتين كاربوكزيل في الناتج كما في المثال التالي الكيتون المتفاعل هو سايكلوحيكسانون حيث يتحول إلى الانول فوم وذلك لأن تنشأ رابط سنائية بين كربونة الكربونيل والكربون المجاورة وفي نفس الوقت تتحول زرة الأكسجين إلى مجموعة هايدروكسيل ثم بواسطة حمض الناتريك المركز تنكسر الرابط الثنائية في الانول فوم فيتكون ناتج به مجموعتين كربوكزيل وفي هذه الحالة هو هايدروكسيد أو الأديبيكسيد بالكومون نيم النوع الرابع من تفاعلات الألضحيضات والكيتونات هو تفاعل الإختزال حيث تختزل الألضحيضات مكونة كهول أولية أما الكيتونات فتختزل لتعطي كهول ثانوية ويمكن اختزال الألضحيضات أو الكيتونات باستخدام هايدريضات الفلزات أو بالاختزال المحفز بالفلزات النوع الأول ايه الاختزال باستخدام هايدريضات الفلزات وحايدريضات الفلزات المستخدمة هي الليثيوم ألمينيوم هايدريض وله الصيغة الجزائية LIALH4 وصوديوم بورو حايدريض وله الصيغة الجزائية NA BH4 كما في الأمثلة التالية حيث يتم اختزال أربع جزيئات من الألضحيض أو الكيتون بواسطة جزيء واحد من هايدريض الفلز فإذا اختزال الأستالدحايد بواسطة صوديوم بورو حايدريض يكون الناتج كهول أولي هو الإيثانول أما اختزال الأستون بواسطة ليثيوم ألمينيوم هايدريض فيعطي كهول ثانوي وهو اتنين بروبانول النوع الثاني من الاختزال هو الكتاليتيك ريدكشن هو الاختزال باستخدام الفلزات كعوامل محفزة يتم اختزال مجموعة الكربونيل في الألضحيت أو الكيتون إلى مجموعة حيدروكسيل وذلك بواسطة الحيدروجين في وجود متال كاتاليست مثل البلاتينيوم أو النيكل وعند درجات حرارة تتراوح بين 25 إلى 100 درجة مئوية وعند ضغط ما بين 1 إلى 5 أتموسفير فمثلا يتم اختزال المركب سايكل حكسانون وهو كيتون عند تفاعله مع غاز الحيدروجين في وجود المتال كاتاليست وهو البلاتينيوم ودرية حرارة الغرفة ويكون ضغط الغاز 2 أتموسفير فينتج سايكلو حكسانون